موسيقى ورجعنا لكم مرة تانية ومن ورانا الكاتبة ومدربة التربية الإيجابية لأستاذ هايدي المصري واللي هنتكلم معاها عن كتابها لأنها تفرق اللي بتوضح من خلاله 20 مبدأ لتربية الأطفال لا غنى عنهم واعتقد أنه مفيش حد فينا مش مهتم بتربية أطفاله مساء الخير مساء من ورانا يا هايدي وفي البداية عايزة أعرف منك أنت النقلة اللي اتنقلتيها قبل ما بتيت نتكلم عن الكتاب أنت كنت هندسة مظبوط ولكن واضح أن الأمومة يعني خدت كل أفكارك اتنقلت زي من الهندسة للكتابة وتحديدا في النوع ده من الكتابة لما كنت حامل كنت مهتمة قوي أني أتعلم عن التربية وده كان شفت في دماغي وفي المايندسيت بتاعي وكل ما بتعلم بيزيد اهتمامي قوي بالسايكولوجي وإن أنا أتعلم أكتر عن علم النفس وكان في حتة ترانزيشنل كده يعني ما بين الهندسة وما بين علم النفس بفقات أنا اشتغلت في الهندسة 12 سنة وبعدين درست العلاج النفسي وأخذت باكالريوس وماجستير ده وانت حامل ابتديت تدريسي الحاجات دي ابتديت بس طبعا الموضوع أخذ وقتي يعني بس ابتديت من وأنا حامل أذاكر وأدرس وأفهم عن البوزيتف ديسبلين عايزة بقى تعرفي سنقول لما مامي بقى هتعملي إيه بقى وبعد شوية بقى الموضوع بقى مهم قوي بالنسبة لي وعايزة أفيد الناس أكتر وأنا بدرس العلاج النفسي بقيت بشوف أنه أغلب المشاكل اللي بنيجي في الآخر نعالجها في المنتل هيلث ليه علاقة بسنين الطفولة فبقى عندي اهتمام أن أنا أساعد الأهل أكتر وأدرس أكتر عن البوزيتف ديسبلين والبوزيتف سايكولوجي وأقدر أساعدهم عن طريق علم النفس وعن طريق البوزيتف ديسبلين إزاي هذبوا تهذيب إيجابي يعني صحيح صحيح وإحنا محتاجين مساعدة الحقيقة يعني إحنا بنعترف أن أكيد كلنا بنغلط وأكيد كلنا عندنا يعني أحيانا بغلطات بنتخط حدودنا أحيانا في حاجات ولكن منتعلم واللي موجود الحقيقة دلوقتي من الكتب ومن السايكولوجيست أو المدربين النفسيين اللي زيك أو الإنترنت الحاجات دي كلها ما كانتش موجودة للأسف زمان الحقيقة فالنهاردة إحنا عندنا حظ كبير إننا نقدر نطلع أجيال صحية نفسيا وطبعا جسمانيا ومعنويا وكل حاجة موجودة للأسف زمان الحقيقة